اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقص ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلطان كالففار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المضربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بردخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك من الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقالان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرزل عليكم أشوار من نار ونحاس فلا تنتظران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت ورزة كالزهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئن لا يسأل عن ذنبه إنسو ولعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بثيما هم فيأخذ بالنواصي والأطلدان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الجهنم التي يكرم بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميء إنآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرت وجل الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهته ونخله وغمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسن إن سم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكئين على رقر في الخبر وعبقري حتان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام اشتركوا في القناة